أعودنا لحضراتكم مرة أخرى ضيفي دكتور عمينا مخليل رئيس خطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين بص حضرتك سمعت ضيفي الدكتور سروة الزيني وأنا حاسب لحدك السؤال اللي كل المواطنين احنا ماناش دعوة بالناس اللي بتشد الشعرها دي واللي عمالها ورايحها انا بالنسبة لي عايز انزل ألاقي الفراخ بسعر مناسب ما هو مش معقول في السعودية وهنا وهنا تم أرخص من عندي يعني بالأمانة يعني دول الخليج أرخص في أوروبا الفراخ أرخص طيب ايه حكاية بقى فيه مربط الفرس مربط الفرس هنتكلم بقى بوضوح ايوه هل هو العلف والسودة لا العلف الدولة خرجت على في الفترة رفتت كتير جدا وللأسف كانت العلف بخرج تكلفة الصوية عشرين وواحد عشرين ألف لو صدرت الدولار حتى من سعر اتنين وتلاتين جنيه مش هنقول تلاتين وكان طرع باربعة وستين جنيه باربعة وعشرين خمسة وستين وانفاجأ يبقى العلف بالسوية بواحد تلاتين وبتلاتين ليه فرق احداشر ألف الحاجة التانية الدورة كانت بتطلع ب تلتمية خمسة وتلاتين دولار لو ضربتها تطلع من تسعة تلاف لعشر تلاف توصل لخمساش وستاشر ألف ليه فبناء عليه علف الدواجن المفروض تكلفته من اربعتاشر لخمساشر ألف في السوق واحد وعشرين واثنين وعشرين يعني فيه ست تلاف جنيه فيه فيه ست تلاف جشع الدولة عملت بعد إذنك آه عشان ناخدها موقع موقع لا لا فيه جشع وانا بقولها فيه جشع ليه الدولة وفرت لك الدولار ساعتها باربعة وعشرين خمسة وستين وكان بتدي لك الدولة طلعت افراجات وكانت حتى أولوية للأعلاف قبل كل شيء واحنا كنا متابعين أول بأول كان أهم حاجة خروج الأعلاف وخرجوا صوية وخرجوا دورة وخرجوا صوية وخرجوا صوية وخرجوا دورة كنا متابعين إنما النهاردة تبقى كتكوت بقى النهاردة بتلاتين جنيه ليه كتكوت بتلاتين جنيه بتلاتين جنيه ليه يعني إيه كتكوت بتلاتين جنيه كتكوت تكلفته كام عشان يطلع بتلاتين جنيه مالك كتكوت تكلفته كام عشان يطلع بتلاتين جنيه فطبعا تلاتين جنيه خد تلاتة جنيه ونص علف خد أمصال واحد عمل ضميره ومشينا بالتكلفة العادلة هيبقى فيه ان شاء الله انخفاض في خلال الفترة القادمة ان شاء الله لا احمد بص ان شاء الله نتمنى هذا احنا عندنا كوزار توين نعرضين في المجمعاتنا ب 65 جنيه الكيلو اللي هو منظف صندوق مش حي مدبوح فيه في المجمعات السهلاكية عندنا النهاردة المجمعات والمعارض الفراخ مدبوحة جاهزة ب 65 جنيه الكيلو الكيلو في المجمعات السهلاكية وفراخ معارض اهران وده مدعومة ولا انتو كسبنين فيها بس ماكسب صغير احنا عندنا لا دي اتفاقات عندنا وتعاقدات ومنزلينها يعني احنا دايما كوزارة التموين المنافس بتاعتنا هي بتعمل رومان تلتزان وبتعمل اتاحة للسوق والمعارض عشان نقدر ياندي منها لو كانت عملت معاونت هو بيقول ان الطلب كتير جدا واحنا كل بننتجه الوقتي نص الكمية اللي كنا بننتجه يعني هي بس عشان ان بصة عصد محمد انت بفترة شهر يعني واحد واثنين دي او تن بيبقى فيه خروج البعض المربين شوي عشان البرد والنسبة النفوء والتدفئة اه لما الناس هترجع في دورة رمضان كل بيرجع بدليل ان الكاتكوت زاد من كان جنيه واثنين جنيه رفع النهاردة لتلاتين ايه رفع اتناشا خمسا ستناشا تلاتين ليه نتيجة الدخول دورة الكاتكوت فاكرة ما كان بيقولك بجنيه وباثنين جنيه النهاردة بتلاتين انا بسأل واحد يعني مش عارف اقول بقى كم ده بقول لي ما تشوفي احنا عدمنا الكاتكوت بكامو النهاردة هقسم اللي اتنين على الاتنين اللي اعرف تكلوت الكاتكوت يعني هو بيعوض فكر اه تم تعوض على مسافات طويلة على دورتين تلاتة اه دا هو عايز قالك لا بقى طب انا عطلمك كده بقى انا هطلع حق اه خد عوض على دورة واثنين وتلاتة ما تعوضش في دورة واحدة طب بعد ايه سنحدتك بقى انا المواطن المصري اسألك كوزارة التموين هتعمل لي ايه تاني استوردتلي الفراخ المجمدة الوزارة التموين احنا عاملين كوزارة التموين يعني اللي احنا شغالين على قدم وصاق في المعارض والشواد والرعبات بنفتح منها بنقفل جميع الزغارات دلوقتي النهاردة بنوفر كل حاجة في المجمعات معارض النهاردة المعارض وصلنا كما اسم محمد دا ما نعمتبعين معك احنا حياليوم الحمد للحياة اليوم دي اللي متابع على المعارض في جميع المحافظات معارض اللي كنا بنتكلم في 27 معارض النهاردة انا وصلت حوالي 400 معارض معارض في جميع الحق الجمهورية خلاف الشوادر خلاف السيارات المتحركة 290 سيارة خلاف الشوادر اللي بتم باتفاق مع الوحدات المحلية النهاردة الاسعار في الشوادر للخيصة تمهن السيار النهاردة منعنا حلقات التداول وقلنا الكلام ده في وزارة الزراعة نمنع حلقات التداول الحاجة التانية يبقى من المصنع مباشر للمزرعة يبقى دي برضو هتشد للحاج فالنهاردة انا لما اقعد مع اصحاب المصانع من السوردين بتتفق معهم على تخفضات من 20 إلى 25 التخفضات دي بتوصل لسوبر ماركت والمعارض بتاعتنا يبقى المواطنة استفادة